أعلنت مجموعة طيران الإمارات أنها وضعت خطة لحمل لقاحات فيروس كورونا من الشركات المصنعة إلى دبي لتخزينها في الإمارة ثم نقلها عبر أسطولها إلى دول العالم بشكل يومي المشكلة طبعاً الكبيرة التي نواجهها في أغلب دول العالم من اليوم لا توجد لديها مثلاً الإمكانيات لتخزين هذه اللقاحات بالطريقة الآمنة وبالتالي تخزينها هنا في دبي وعادة إرسالها أو تصديرها إلى الدول هذه بكميات أقل هي الطريقة المثلة التي وجدناها لنقل اللقاحات هذه إلى أغلب الدول طريقة آمنة وكانت دبي أعلنت مبادرة لجعلها مقراً لنقل اللقاحات وتخزينها وتسريع توزيعها خصوصاً لصالح البلدان النامية معتمدة على طيران الإمارات أكبر ناقل جوي في المنطقة ومجموعة موانئ دبي العالمية التي تشغل موانئ في دول عدة المبادرة تستهدف أغلب الدول النامية الموجودة سواء كانت في الشرق الأوسط في أفريقيا في شبه القارة الهندية وطبعاً هذه دول كلها دول أساسية وبيتم إن شاء الله توصيل اللقاح إليها تقريباً بشكل يومي وتعتمد دول العالم كله راهناً على التلقيح لوقف تفشي الوباء الذي أدى لوفاة أكثر من مليونين ومئتي ألف شخص إلا أن تأخيراً في عمليات التسليم بدأ يثير قلق دول عدة ترجمة نانسي قنقر